اشتركوا في القناة بصفة وزيرا أولا هذا اللقاء يأتي في لحظة تاريخية تشهدها بلادنا الجزائر لحظة ستسمح لنا جميعا دون شك ودون استثناء بالمساهمة والمشاركة في بناء الجمهورية التي يتطلع إليها كل الجزائريات والجزائريين إن مناسبة اليوم سوف تكون فرصة لنا ذي الحديث عن الوضع العام لبلدنا وبعض المسائل المرتبطة بالتطورات التي عشناها معا خذال أسبوع القاللة الماضية كما سيكون هذا اللقاء فرصة مواتية لنستعرض معا فحوى الرسالة الأخيرة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية للأمة في هذا الظرف الخاص بداية أرى أنه من الضروري والهام بصفتي وزيرا أولا وقبل ذلك مواطنا جزائريا مثلكم جميعا أن أعرج على بعض النقاط الهامة والمحطات التي تستوجب مني في هذا الظرف التاريخي أن أؤكد عليها أمام أبناء وطن إن الساحة الوطنية تشهد حركية سياسية خاصة سلمية وحضرية للتعبير عن انشغالات مواطنين وتطلعاتهم وطنعاتهم حركية شهد لها العالم أجمع بالمستوى الراقي كما شهد بحضرية ووعي المواطن الجزائري في التعبير عن مطالبه وهو الأمر الذي نثمنه وتجاوب معه السيد الرئيس الجمهورية بتفهم كبير وفوري ترجمته الرسالة التي وجه للأمة لتجسيد طموحات شعبنا بكل أطيافه في هذا المقام يتعين علينا التأكيد على ضرورة العمل بجد وبصدق وبتكاتف جهود الجميع دون استثناء ومن دون أي عقدة بين أبناء الوطن الواحد الجزائر كما لا يخفى عليكم إن الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا حساسا ومتميزا تطبعه في بعض الحالات تجذبات تحول دون التوصل إلى أحسن الطرق التوافقية التي من شأنها التكفل الأمثل بالانشغالات المطروحة والمطالب المرفوعة لهذا من الواجب علينا جميعا التحل بالرسانة والعمل في هدوء وترسيخ الثقة بيننا وكسر كل حواجز الظن والتشكيك التي قد تراود البعض في صدق النيات ونبل المساعد وإيماننا العميق بأن الجزائر فوق الجميع ولا طموح يسمو فوق طموح الشعب السيد ولا قدسية تعلو على قدسية الوطن فالجزائر المنشودة التي يتطلع إليها الشعب الجزائي هي أمانة في أعناقنا جميعا على كل واحد مننا أن يحافظ عليها بكل ما أوتي من قوة وأن لا تغيب عنا في غمرة هذه الأحداث كل التحديات التي تواجهنا وأن نضع نسبة أعيننا في هذه اللحظة الفارقة رسالة الشهداء الذين ضحوا من أجل استقلال وحرية وطننا وأولئك الذين باعوا أنفسهم من شهداء الواجب الوطني لنسترجع اليوم أمننا وعافيتنا لذلك أجدني في مقام يستلزم أن أخاطب في كل واحد من ضمير الجزائر المؤمن بوطنه المحافظ على مكتسبات بلده المدرك لقيمة الأمن والطمأنين الواعي بواجب التماسك والتعاون والواثق في مؤسساته بأن نعمل يداً واحدة لا هم يحدون غير هم الوطن ولهدف نرجوه إلا جزائر قوية وآمنة والمضي قدماً نحو مستقبل أرقى وفضاءات أرحب لتكريس الدولة دولة الحق والقانون دولة هذه الجزائر الجديدة التي التي يطمح إليها شعبنا وكما تعهد السيد الرئيس أمار الله عز وجل وأمام الشعب الجزائي فإنني أتعهد بدوري بالعمل بلا هوات وبصدق وبإخلاص لنكون في مستوى تطلعات مواطناتنا ومواطنين وكذا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا بمعية كل الإخوة والزملاء كما أتعهد بأن تكون أبوابنا مفتوحة للجميع نستمع للجميع ونتحاور مع الجميع ونعمل كذلك مع الجميع دون استثناء أو إقصاء فالجزائر تسع الجميع وفي هذا الصدد وكون الوطن قاسمنا المشترك جميعا والحسن الذي تذوب فيه كل الخلافات وتسقط أمامه كل الحساسيات فإنه لا يحدون أي شك بأنني سأجد كل التفاهم والتعاون من كل الأطياف وعلى كل المستويات لتجسيدي وتحقيقي كل الطموحات التي يأمل إليها شعبنا العظيم والله ولي التوفيق والآن أفسح المجال لأسئلة السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام سباح الخير مني أحمد حراش من التلفزيون الجزائري دولة الوزير الأول كلفكم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة لتسيير المرحلة المقبلة متى ستعلنون عن هذه التشكيلة الجديدة هل سيكون هذا في قريب عاجل وما هي طبيعة التشكيلة الحكومية التي ستعلنون عنها كذلك بالنسبة لندوة الوفاق الشاملة والمستقلة التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية كانت تنظيمها محدداً في الزمان قبل نهاية 2019 هل الحكومة أجندة زمنية لتنظيم هذه الندوة وكيف ستكون معالمها شكراً أولاً فيما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها وبصدد التشاور فيما يخصها ونقول بصدق بأن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة بتمثل كل الطاقات وخاصة الشبانية من بناء بنات وطننا وأبناء وطننا لنكون إن شاء الله في مستوى هذه الطموحات التي عبر عليها المواطر الجزائري والذي نعمل إن شاء الله على تدسيدها من خلال الواجب الذي تقوم به الحكومة والعمل الذي سوف تقوم به الحكومة وهو مرافقة ووضع كل الإمكانيات وضمان سيرورة مختلف المصارح ومختلف المؤسسات المؤسسات لنكون كذلك في مستوى التنموي وفي المستوى الذي ينتظره منا المواطن وهي بالمناسبة حكومة مفتوحة للجميع فنحن في مرحلة مشاورات وسوف سوف يكون فيها من كفاءات ومن إطارات لأنها حكومة تقنقراطية فنأمل أن تكون المساهمة مساهمة الجميع من كل الأطياف السياسية لنكون إن شاء الله في مستوى هذه المرحلة القادمة التي هي مرحلة قصيرة لا تتعدى السنة وسوف يكون لهذه الحكومة عملا ميدانيا وعملا لمواكبة ومرافقة هذه التحديات التي تنتظرون كجزائيين سؤال ثاني الأولويات الأولويات ونحن نعمل اليوم بوتيرة سريعة تتمثل في تشكيل هذه الحكومة ومباشرة بعد تشكيل الحكومة سوف نمر إن شاء الله كجزائريين إلى وضع الآليات اللازمة لهذه الندوة الوطنية الجامعة من الذي سوف تكون مباشرة إن شاء الله بعد تشكيل الحكومة السلام عليكم عبداللاطيف بالقايم قناة الجزائر يوان سيد لوزير الأول هناك سؤال مطروح جاماهيري كيف لرئيس الجمهورية أن يترشح بالوكالة ولكن في الرسالة التي تلت الأحداث يقول أنه لم يكن ينوي الترشح هذا سؤال ماذا بنا نعرف سيد الوزير الأول ما ورايو فيه سؤال الثاني هناك من قرأ في وزارة أولى برأسين يعني وزير أول ونائب الوزير الأول هناك قرأة تقول أنه هناك رغبة في قيادة الحكومة برأسين وزير أول للظل ووزير أول في الواجهة خاصة أنه هناك وزراء سبقوا سيد نوردين بدوي قادوا الوزارة الأولى بأنفسهم يعني لم يكن في حاجة إلى نواب آخرين مارك شكرا هي العبرة العبرة بما ستقوم به هذه الحكومة بفريقها قوة الحكومة تكمن في تلاحم وتكاتف وإيمان أعضائها في الوصول وتتسيد كل هذه الطموحات التي عبر عليها المواطن الجزائي وعبر عليها الشباب الجزائي ف تنظيمها ووجودها يدل كذلك على هذه الإرادة القوية في أن يتعاون كل أعضائها في رفع هذه التحديات المستقبلية وشخصية ليس لدي أي مشكل في هذا بل بالعكس مبدئي هو أن نعمل كفريق واحد لهذه المرحلة الحساسة القادمة التي تنتظر تكاتف جهود الجميع كل فيما يخصه كل فيما يخصه من منطلق تجربة كل واحد مننا من منطلق الإرادة والعزيمة التي يأتي بها كل واحد مننا الهدف هو أننا نكون ونجسد هذه الطموحات التي عبر عليها المواطنين الجزائريين والشباب الجزائري والمرأة الجزائرية وكل المجتمع الجزائري عبر ربوع الوطن بكل أطيافه والقراءات كانت عديدة ومتعددة والرسائل كانت عديدة ومتعددة وقوية فسنعمل إن شاء الله في هذه الروح والروح نتعلم الفريق الواحد المتكامل في رفع إن شاء الله هذه التحديات التي تنتظرنا المستقبل أولاً هذه الإرادة القوية القوية للحراك الجزائري عبر ربوع الوطن ومطالبة الجزائريين بتعجيل هذه الانتخابات فكان الرد فورياً من سيد رئيس الجمهورية لتتسيد هذا الطموح وتتسيد هذه الرغبة وتتسيد هذه الإرادة الشعبية وأكد وأكد بأن الرغبة الشعبية تسم على كل المبادئ الأخرى ملاحظة ثانية كذلك هي أنه وبعض من الأحزاب السياسية التي تشكك في مصداقية هذه الانتخابات التي كانت مبرمجة فالرد كذلك والقرارات إن شاء الله التي سوف تتخذ على مستوى اللجنة الندوى الجامعة والخروج ووضع هذه اللجنة التي سوف تشرف على هذه الانتخابات بعيداً عن كل الحساسيات وباستقلالية كاملة سوف تعطي المصداقية اللائقة واللازمة للانتخابات إن شاء الله القادمة سيد وزي الأول خالد بدي الخبر سيد وزي الأول قلت منذ قليل في إجابتك على سؤال زميل أنه رئيس الجمهورية استجاب فورياً بتأجيل الانتخابات لكن لم نرى ما هو السند القانوني أو الدستوري إن صح التعبير الذي تم بتأجيل الانتخابات السؤال الثاني كان في الجمعات ثلاث سابقة كان الشعب يطالب بلا لعدة خامسة رئيس الجمهورية ثم الآن تطور المطلب إلى رفض التمديد الذي قرأه البعض على أنه تمديد لعدة الرابعة خصوصاً أنه فيه غداً الجمعة يعتقد أنها تكون أكثر من جمعات الماضية كيف ستتعاملون مع هذا الوضع سؤال ثلاث والأخير إذا سمحت سيد وزي الأول قبل توليك هذا المنصب كنتم قد أرسلتم من وزارة داخلية مراسلة تحمل سري جداً إلى كل ولايات تحمل أسماء معينة أنه لازم تكون مراقبة لسيقة لهؤلاء تعتقدون أنهم يحرضون إن صح التعبير سواء على مواصل التواصل الاجتماعي هل فعلاً سيد وزي الأول تعتقدون أن ما حدث في الجمعات السابقة هو تحريض وفيه أطراف تعمل على ذلك شكراً أولاً نبذى بالإجابة على السؤال الثالث وأقول أن في مرحلة فيها كل الإفتراءات وكل الأقوي ولكن أؤكد بأن هذه المقولة وهذه الأشياء التي تكلمتم عليها غير صحيح الآن بالنسبة للسند القانوني تكلمت عليه وقلت بأن السيد رئيس الجمهورية رد سريعاً وفورياً على هذه المطالب التي عبر عليها بمسؤولية وبحضرية الشعب الجزائري في مختلفاته المسيرات ومن خلالهم كل الشعب الجزائي فهل هناك أسمى من الشعب الجزائي هذا هو المبدأ الأساسي الذي يعتمد عليه فخامة رئيس الجمهورية وهو الضامن في تجسيد كل الطموحات التي يعبر عليها الشعب الجزائي أما فيما يخص ما ينتظرنا فنقول ونؤكد بأن هذه القيم التي هي موجودة اليوم وقيم التواصل وقيم الاستماع وقيم التحاول وقيم الالتقاء هي التي سوف تسمح لنا إن شاء الله بالاستماع إلى بعضنا البعض وتدارس مع بعضنا البعض كل المسائل وكل النقاط التي يمكن أن تجعلنا نتقدم إلى الأمام في هذه المرحلة صباح الخير مع الوزير صباح الخير مع الوزير أحمد حرز الله من قناة المعارضة التي التقت في تحت سقف عبدالله جابرله أمس رفضت النقاط السبع التي جاءت في رسالة الرئيس عبدالعزيز بتفليقة في رأيكم بماذا ستجبون المعارضة الرافضة لما اقترحتم ثانيا أيضا هي تتساءل عن وضعية الرئيس عبدالعزيز بتفليقة بعد الثامن والعشرين من أفريل القادم يعني يوم اليوم الأخير ربما لنهاية عهدته أو ولايته الرابحة شكرا جزيلا النداء الذي نوجهه هو أن هذه الجزائر تسمو وهي أكبر من جميع فهذه القيم وهذه المبادئ الذي عشناها كجزائريين في مختلف المراحل العصيبة أو المراحل الصعبة التي عشناها كجزائريين كان مبدأ الالتقاء مبدأ التحاول مبدأ التكلم مع بعض الاستماع إلى بعضنا البعض هو المخرج لكل نقايسنا وكل مشاكلنا فنتمسك وندعو مرة أخرى من هذا المنظر كل الشركاء وخاصة الشركاء لهم موجودين في المعارضة لأن يتواصل في الإمكانية التحاول مع بعض التكلم مع بعض الاستماع إلى بعضنا البعض وهي قيمة أساسية لعبر عليها ويكرسها الجزائريين في بعضهم البعض منذ الأمد البعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر